موسيقى على بعد 70 كيلومتر جنوب مدينة خنشلة تتواجد قرية خيران القديمة واحدة من القرى الأمازيغية المعروفة بقدم غمرانها المبني بالحجارة والطين والتي تشير أغلب الروايات المتوارثة بأنها شيدت منذ أزيد من أربعة قرون هذه القرية قرية أمازيغية الطابح سكانها أمازيغ يعود تاريخ بنائها إلى حوالي أربع قرون أو خمس قرون وهي ذات نمط معماري خاص يكون مستمد من الأمن الأمن قبل كل شيء لأن السكان كانوا يختاروا منطقة آمنة قبل كل شيء وثانيا يختاروا البناء في منطقة التي تطل على البساتين لأن القرية مشهورة بالأشجار المثمرة والخضر والفواكه أزقة وشوارع قرية خيران القديمة أو مثل ما يسميها السكان الأصليون بالقلعة لا تزال تحافظ على نمطها العمراني الحجري المعروف عند أمازيغ شمال إفريقيا فقرية خيران كانت تضم أكثر من 150 منزلاً ويتوسطها مبنى مخصص لمجلس القرية كل دار كما هو معروف لدى الأمازيغ عموماً فيها حوش وفيها غرفة المبيت وفيها المخزن سيرتو سيرتو المخزن ويسموه بشاوية سدرس الخزين وفيها أيضاً المطبخ وتقريب البنايات لا تتعدى طابقين أو ثلاثة في أحسن الأحوال لأن أولاً مواد البناء هي الحجارة والطين والخشب ومع ذلك فإن المؤرخين يتعجبون من كيفية بناء طابقين أو ثلاثة طوابق بدون أعمدة وفقط بالحجارة والطين واستمرت لعدة قرون مطقة من مراطق الجذب السياحية من خلال محافظتها على الإرث الحضارية الثقافية لا تزال تنتظر إلى حض الآن تصنيفها كموقع ثقافي محمي